خوتي خوتتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم دائما عبد الرحيم قناة الجرية العربية اليوم عندنا لكم واحد الخبر صار كيفما كنت وعدكم من قبل قلت لكم رغادي يكون واحد التحديثات يا إما يوم تسعود ولا عشرة فبراير بخصوص الرحلات البحرية من المغرب إلى جميع الدول الأوروبية كذلك غادي نعطي لكم واحد الخبر يعني صحيح دائما وكيفما تنعودكم يعني قناة الجرية العربية تتعودكم دائما أي خبر راه ما تنجيبوش من ما تلقى نفسي ولا من القانوات الأخرى راه تنجيبوه دائما من المصدر الرسمي يعني هذا الخبر احتوى بخصوص الرحلات الجوية يعني مجموعة من القانوات كانوا تكلموا على أساس أن المغرب سوف يغلق الرحلات الجوية حنا اليوم جايبين لكم الخبر الصحيح وأشنا هو اللبس اللي ممكن وقع لبعض الإخوان حنا غادي نحاولو نشرحوه بلما نحاولو نوضحوه يعني بلما نقولو الأسماء دي القانوات حنا سنحاولو دائما الإخوان يحاولو يتحروا دائما الجهات الرسمية من أجل إعطاء معلومة لأن هذه المعلومات راه مهمة وتتقدر تخرج على واحد الشخص ولا واحد الإنسان اللي غادي ويقول عائلة دياله ويخسر الفلوس وهكذا لكن دائما أنتم حاولوا تتبعوا القانات رحنا دائما عدنا تحديثات جديدة في أي يعني بعد مرات رح تخرج تحديث اليوم وبعد يومين تخرج تحديث آخر دائما حنا نجيب لكم تحديثات من المواقع الرسمية إذن معلكم إلا تسجلوا في القناة والضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يصلكم دائما جديد الأخبار وبارتاج الفيديو مع الإخوان والأخوات ديالك وعلى بركة الله غادي نبدأوا من هذه المعلومات الكاملة أول حاجة الخبر صار للي احنا بغينا نقل لجميع الجهالية المغربية هنا في أوروبا بخصوص الرحلات البحرية غادي نبدأوا مبدئيا بالرحلات الجوية بعد ما تم التناقل في مجموعة من القنوات بخصوص الرحلات الجوية من المغرب إلى أوروبا أو إلى الخليج أو إلى أمريكا أو إلى جميع الدول الأوروبية المغرب مغلقش الرحلات الجوية دياله لا المغرب يعني أوقفه ماشي إغلاق يعني يرى فرق بين كلمة الإغلاق الحدود الجوية وبين إيقاف مجموعة من الرحلات يعني هنا ركين هذا هو الخلط اللي وقع المجموعة من الإخوان من اللي اعطاوا هذه الأخبار كينين واحد الإيقاف ديال المجموعة من الرحلات جوية دياله كانوا حتى من قبل وحنا قد نعطوكم شكونا هما هالدول اللي دباء حاليا تم إيقاف الرحلات إليها ولكن ليس هناك أي إغلاق للرحلات الجوية الناس اللي بغوا يسافروا من إيطاليا من فرنسا من إسبانيا من هولندا من بلجيكا يعني مجموعة من الدول الأوروبية راه مسموح لهم يمشيوا لكن بشرط تشوفوا هذه القيود لديرا كل دولة على حيث يعني وراء شرحت لكم في الفيديو السابق القيود لديرا كل دولة إسبانيا فرنسا بلجيكا يعني ما عليك إلا ترجع الفيديو وأتلقى تحديث يعني درناه نهار 8 في الشهر يعني يومين من اليوم وما زالين سارين المفعول إذن الدول اللي تم إيقاف الرحلات فيها وكما تشوفوا هذا يعني المصدر الرسمي سيكون هو يعني هذا الخبر جبناه من المكتب الوطني للمطارات يعني هو المكلف بالرحلات والناس اللي بغوا يشوفوا يعني ممكن يشوف الرحلات بغوا يعرف أشنا هما الإجراءات اللي كينين في داخل المطار غد نخلي لكم هذا الموقع راه جميل جدا وغد يتلقوا فيه دائما تحديثات بخصوص الصفر لهذا الدول وإحنا دائما غد نوافقكم بأي تحديث جديد إذن أشنا هما هذه القيود أو كما نقولوا الإيقافة ديالها الرحلات هذه الدول اللي المغرب لا يسمح بالرحلات إليهم إذن الدول اللي تم إيقاف الرحلات إليها من المغرب أول شيء هي أستراليا يعني أستراليا كذلك البرتغال والسويد وأوكرانيا وجمهورية تشيك هذه الدول تم إيقاف الرحلات إليها إلى حدود صدور يعني واحد القرار جديد هذا هو الجديد في الموضوع ماشي رحلات الجوية والمغرب ما يمكنش يوقف الرحلات الجوية حاليا علاش لأنه صعب إلا غيصير واحد منهيار اقتصادي كبير لكل الخطوط وأولهم هو الخطوط الملكية المغربية ومجموعة من الخطوط الأخرى لهذا راه دائما المغرب طبيعة الحال تيحمي يعني الحدود دياله تيحمي المواطنين دياله وتيشوف هو تيرسائي شكون هي الدولة اللي قدر يسد عليها وشكون الدولة اللي يفتح لها إذن بالنسبة الرحلات الجوية هدو هما الدول فقط يعني انتعي لك انتغادي الأستراليا ولا جيم الأستراليا ولا البرتغال إلى المغرب هنت تتكلم من الأستراليا إلى المغرب والبرتغال إلى المغرب وكذلك السويد إلى المغرب وأوكرانيا إلى المغرب وجمهورية التشيك إذن هنا هدو راه موقفين الرحلات معهم ومعلك إلا تبقى متابع الأخبار حتى تتلقى تحديثات جديدة الخبر السار والجميل للناس اللي عندهم الرحلات البحرية من المغرب إلى فرنسا أو إلى إيطاليا أو حتى إلى إسبانيا المغرب يعني رسميا هذا تعلن أنه يعني هذ الكلام رمشي تقوله أنا هذ الكلام أراه مديرين هنا فالموقع دي القران دي نابي بيلوشي والناس اللي بغا تأكد من الموضوع تزيد دخل هذ يعني هنا غد نحطه لكم بصارح العبارة ولكن واحد الحاجة قبل ما نحط لكم هذ المالومة يعني رسمية رات نطلم الإخوان اللي بغاوا يسافروا يجيوا مثلا كانوا في المغرب وباليوم بأنهم كانوا حاصلين في ذلك الوقت ما يجيش يتسابقوا على أساس باش أنهم يقطعوا الباخيرة لأنه وراء الشركات تستغلكم وغادي تم يقطعوا لكم واحد الأتمينة خيالية إذا حاولوا تقطع رمع عندك حتش المشكلة المغرب سد غير لهذه الفترة اللي كانت واحد الظروف ولكن داب الحمد لله يعني لحدود 13 دالين بأنه الإغلاق سيتم إلى حدود 13 فقط إذا حاولوا كل واحد إلا قيته 8 رخيص ما كيتش المشكلة غير قطع واجي قد ما قطعته بكري قد ما مزيان بالنسبة للناس اللي عندهم السيارات أما عندك السيارة يأتي في طائرة طائرة دائما مفتوحة على حسب أي دولة اللي انتغاد لها حتى الناس مثلا اللي محابسين يعني الحدود بحل السويد والبرتغال طرح عندهم الحق يأتي في السيارة ومن بعد يشد يمشي بها يشد بها الطريق ويمشي بها لبرتغال لأن هذا أوروبا السويد والبرتغال والتشيك وكلهم في أوروبا يعني الناس اللي حاصلين حاصلين ومالقاش أي حل ما عليه إلا يأتي في الباخرة وإن شاء الله هو يمشي للبلاد دياله إذن كما تشوفوا هنا اللينيا دا إبر الماروكو يعني هنا أشي قلك قلك الجين في أم فورما قلك أكاوزة دل تنبوران سوسبنسيوني يعني قلك إلى الإغلاق المؤقت اللي قامت به الدولة المغربية يعني من أجل الوصول إلى أوروبا قلك راه الوزارة الخارجية المغربية أجدارة تتعلن بأنه راه هذا الإغلاق غاد ينتهي يوم 13 جوج 2021 يعني كومبريزو يعني داخل لح تنهار 13 يعني امتداء من نهار 14 راه يكونوا مفتوحين الرحالات البحرية هذا هو القرار اللي داره ولكن راه ربما يعني نحن دباء تنهضر دائما من الرسمي راه هذا رسمي ومن وزارة الخارجية المغربية بأنه هذا الإيقاف المؤقت كان في الأول ما محدينوش ده بحدوه على أساس غادي تم نهار 13 في شهر جوج 2021 يعني 13 فبراير اليوم حنايا 11 فبراير يعني بعد يومين من اليوم وآن نهار إن شاء الله بإذن الله غادي نحاول نوافيكم لو كان أي جديد مادرش أي فيديو عارفوا بأنه راه نهار 14 راه بدور رحالات وراه هاتش غادي تلقاوه من اللي تبغي تقطع راه معروفة الناس المقطعينش وحن مكاتبين الناس اللي كانوا مقطعين عندهم جوج الحلول يعني كانوا مقطعين على أساس يعني من نهار وقفوا الرحالات البحرية إلى حدود نهار 13 عندك الحق أنك تطالب بالتعويض أو عندك الحق أنك تغير وتغير عندك إلى حدود 31 شهر 5 يعني أنت الرحلة ديالك كنت اللي ما غيرت تبنشي المغرب في شهر 3 سوف يتشاورتي مع رأسك قلتي أنا ما نمشيش عندك الحق أن تبدل هذه الرحلة إلى حدود 31 شهر 5 يعني قبل 31 خمسة انك تمشي لا تريد ان اطلب ان ترجع المالك والله يعمل و اضع لك فلوسك لا ترجع المالك سوف اعطيك فوشور يعني واحد الكود و سوف يقول لك حق تستعمله و تسنى يعني فلوس مباشرة لا ترجع المالك دائما سوف تسنى إذا كنت انتهى عندك الغرض لتبدل اوكي لا تشدك فوشور ولا ترجع المالك احصل لك اذا هذا هو الخبر الرسمي اللي حاولنا نوصلوه الجميل اخوان والاخوات و دائما كما تنوعدكم راه المعلومات دائما تنجيبوها من المواقع الرسمية بالنسبة للرحلات الناس كنت سمعتنا بعد الفيديوهات يقول كلها المغرب يلغى المغرب لحد الساعة لحد اليوم 11 فبراير 2021 راه المغرب بقي فرض الريال تايم يعني الريال تايم 72 ساعة يعني من نهار اخذتي هذه التحليلة حسب 72 ساعة الى فاتسر لا يركبوك كذلك بالنسبة للوليدات التي تحت من 11 سنة سأتكلم على الناس الذين يريدون المغرب تحت 11 سنة لا يقومون تست يعني معفين من تحت 11 سنة ومن 11 سنة الذي يصل إلى 11 سنة فما فوق يقومون يقومون وبالنسبة للتصريح سوف تدخل الموقع الأوندا سوف تجعلكم دائما رابط وعندما تدخلت سوف تصل إلى المطار تحتوي على الورقة يعني البطاقة المسافر لا يوجد في الجلبة لا يوجد شيء فارغ المغرب لا يوجد لا يوجد الجلبة ومستحيل يفرضون لماذا؟ لأن الجلبة لا يوجد للناس الذين يريدون لا يوجد على المسافرين لحد الساعة لا يوجد إشكالية باقي تتصري نفس الإجراءات الناس الذين يريدون تدخل المغرب الذين لديهم السياحة كما تقولون ولو مغاربة وعندهم الجنسية الإيطالية ولا فرنسية ولا أي دولة ضروري إدمعها أي بطاقة تتبت الهاوية المغربية يعني كارت ناسيونال أو الباسبور بشرط يكون الصلاحية سارية كان انتهت الصلاحية لا يمشي القنصلية ويغير أو حتى مثلا لم يجد شيء حل يعني لا أعلم ما يريدون إشكالية أو ناقصة يمشي القنصلية المغربية ويأخذ واحد الورقة ويقولون بأن انترك مغربي فقط لا يوجد أما الناس من غير مغربي يعني عنده غير الجنسية أو متزوجة أو متزوجة بواحد أجنابي رأيها مع له إلا يقطع دائما أن تكون عنده دعوة من شركة إلي كان غادي من أساس العمل أو أنه يكون عنده ريزرباسيون للوطيل اللي غادي يمشي لها يعني رأى بقي نفس الإجراءات اللي كانت ما تغيرت حتى شيء الحاجة الواحدة هي حده هذه الرحلات البحرية يعني حتى الحدود 13 رأى مكينج حتى شيء من بعد 13 إن شاء الله بإذن الله سأبدأ الرحلات ونوافقكم بالرحلات اللي هي وعلى حسب ما شفت جراندي نافي فيلوشي رأى كينا يعني فرنسا وإيطاليا رأى كينا بالياريا يعني اللي تدير ذلك الرحلات الاستثنائية لإسبانيا لحد الساعة ما زال ما حدوش رحلة استثنائية ونهار غادي حدوها ونضعها لكم يعني رأى مكينج ولو الرحلات الى فرنسا ما زال محدوش في شركة بالياريا إذا إذا كان شيء جديد رأى إن شاء الله سأضعها لكم في الفيديو القادم وما تنسوناش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وبارتاج الفيديو مع الإخوان والأخوات لكي تعمل فائدة للجميع وإن شاء الله بإذن الله سنحاول ندير حتى اللايف الناس اللي بغاوا يتبعوا اللايف أرى إن شاء الله بإذن الله سنحاول سأعطيكم واحد الخبار سأتلقاه في القناة على أساس الساعة بالضبط سنحدد الساعة الناس اللي بغاوا يسهولوا سواء بالرحلات سواء أي حالات سواء الرحلات البحرية أو الرحلات الجوية كذلك بالنسبة للناس اللي مقيمين هنا في إيطاليا وبغايت تعرف على يعني الحقوق دياله على الأوراق دياله الجنسية الإقامة أشياء كثيرة جدا الإيزاي يعني كل هذه الإكرهات اللي تحصلوا فيها هنا في إيطاليا غادي نساعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك إحتاء الإخوان اللي في المغرب أو في دول أخرى اللي بغايت استفسر بخصوص عقود العمل أو بخصوص صناتوريا وبخصوص مجموعة من الأسئلة إن شاء الله بإذن الله رحنا نحاول غادي نجتهد في هذا الموضوع ونطلب الله سبحانه وتعالى أنه يسهل ويساعدنا أننا نرضيه جميع الإخوان والأخوات وما بقى لنا إلا نودعوكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة